أهلا بكم. قالت مصادر سياسية الليبية للعرب أن هناك توافقا بين مجلسي النواب والدولة الليبيين على خريطة طريق جديدة ستطرح للتصويت وتشمل عدة بصارات أهمها المسار الدستوري. وأوضحت المصادر للعرب أن خريطة الطريق المتفق عليها بين مجلسي النواب والدولة تتضمن مددا محددة ملزمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة. بخطة حثيثة تتواصل الجهود ومعها تستمر المشاورة لحل الأزمة السياسية في ليبيا كان بعضها على مستوى المكونات الاجتماعية والشخصيات المهتمة بشأن العام لكن النصيب الأكبر كان بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لجنة خارطة الطريق المشكلة بين الجهتين التشريعية والاستشارية تحاول استكمال التوافقات بشأن تحديد تاريخ لإجراء الانتخابات ووضع اللبنات النهائية للمصار الدستوري بهدف رسم سياغ نهائية ومقبولة بين الطرفين مبدئيا هناك توافق إلى اليوم مستمرين في الاجتماعات الأرجح اللي هو تعديل الدستور طبعا فتح الدستور للتعديل أمر ليس بسهل أمال قد لا تعني بإقصاء شبح الانسداد السياسي المطل برأسه في ظل أزمة عدم الثقة بين الأطراف المتصارعة وضع يرجح معه متابعون استمرار البرلمان في الإمسك بزمام السلطة وأيطالة أمد المرحلة الانتقالية في ظل وجود عقل صالح على هرم سلطة مجلس النواب لا يمكن للدولة الليبية أن تتقدم الأمام من مقدار أملة إلا إذا تم إسقاط هذا البرلمان شعبيا والتوجه إلى بعدة الأمم المتحدة في طرابولس لإيصال هذه الصورة وباتت السينياريوهات التي ستتحكم في المرحلة المقبلة مفتوحة وفق مراقبين أمام طريق واحد انتخابات مؤجلة إلى حين دون موعد محدد لها وتحالف حزبي جديد لاختيار حكومة مصغرة لإدارة شؤون البلد في الفترة المنظورة وفي انتظار الوصول إلى حلول تقرب وجهات النظر المختلفة ويبقى المشهد السياسي الليبي في حالة من التشظي بين من يطالب بتحديد آجال للعملية الانتخابية المنتظرة ومن يرى ضرورة تجميد الأجسام السياسية الحالية دعما لمرحلة الانتقال السلمي وإبعادا لشبح الحرب عبدالناصر خالد العربي ترابلس وللمزيد ينظم إلينا من ترابلس السعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة السيد بن شرادة أهلا بك معنا بداية ما الذي تم الاتفاق أو التوافق حوله بينكم في المجلس الأعلى للدولة والبرلمان ما هي ملامح هذه الخريطة الجديدة نعم أولا مساء الخير والأكوة لمشاهدينك الأعزاء الحقيقة يعني هذا التواصل بين المجلس الدولة والنواب يعني ليس بجديد منذ الانسداد وفشل تاريخ الاستحقاق يوم 24 ديسمبر الحقيقة هذا الفشل وعدم إنجاز هذا الاستحقاق الحقيقة يعني زعز المجلس على الدولة والبرلمان الحقيقة ولكن يعني علمنا يعني أو عرفنا بيت الدال الحقيقة من هذا عدم الوصول إلى هذا التاريخ هو يعني خارطة الطريق ترسم خارج الليبيين الحقيقة يعني ترسم في عواصم العالم ولنا تجارب منذ اتفاق الصخيرات إلى يومنا هذا كانت خارطة طريق توضع في عواصم أجنبية وكانت مصيرها الفشل لأنها لم تبني على صحيح ولكن الآن أخذ على عاتقه مجلس الدولة والبرلمان إنه لابد من رسم خارطة طريق واضحة المعالم وانتهاء المراحل الانتقالية ما هي هذه المعارف التي تملك مقاليها حتى الآن بينكم والبرلمان نعم يعني هناك ثلاث مصارات المصار الدستوري والمصالح الوطنية والمصار الأمني في الحقيقة المصار الدستوري اتفق الطرفان على أن لابد من الذهاب إلى استفتاء على الدستور وتشكيل لجنة من الأطراف والنظر في مختنقات التي حالت دون الاستفتاء على الدستور وهذه ستكون في مدد لا تزيد عن ثلاثة أشهر وإذا حل المشكلة متاع للدستور فهنا ستبقى خارط الطريق وينتخب الشعب الليبي بناء على دستور ينظم حياته وعلاقته ما بين المواطن والدولة المصار المصالحة طبعا هذا المصار مناطبي مجلس على الدولة ومجلس رئاسي في آخر خارط الطريق سوف أيضا ينظر فيه المصار الآخر الأمني هو التركيز على لجنة 5 زي 5 والدعم هذه اللجنة لتوحيد المؤسسة العسكرية ولكن الأهم في هذا هو الذهاب إلى المصار الدستوري طيب في المصار الدستوري يعني وضعتم يعني مهنة ربما لثلاثة أشهر للاستفتاء على الدستور هل تم تحديد أيضا موعد للانتخابات موعد محدد بعد الاستفتاء على الدستور هو طبعا ريت عندما تشكل لجنة وتفتح للمسودة والمدة وحسب خارط الطريق يعني ليس تشكل لجنة وتقعد مالي نهاية لا بد لها تواريخ وعندما تنتهي وأقصى وأقصى تاريخ لها ثلاثة شهور من أول اجتماع لها وبعد الاستفتاء على الدستور طبعا المدد الأخرى لا تتحكم فيها مجلس الدولة أو النواب أو اللجنة المكلفة لأن هذه أمور فنية تتحكم فيها بعدين المفوضية لعلى الانتخابات ما هي جاهزيتها بخصوص المدد ولكن اللجنة تنتهي بانتهاء الاستفتاء على الدستور وبعدين البرلمان ومجلس الدولة وصلت هذه الفكرة سيد بن شران نعم طيب ماذا عن الحكومة ما هو مصير حكومة دبيبة حديث أيضا عن إمكانية اقتراح أسماء جديدة ربما في غضون الساعات المقبلة لخلافة عبد الحميد الدبيبة في رياسة الحكومة هو طبعا بالنسبة لحكومة دبيبة طبعا هذه انتهت يوم 24 يعني حتى الثقة التي أعطت وقانون الثقة الذي أصدره البرلمان أن تنتهي عمل هذه الحكومة يوم 24 فالحقيقة ولكن الهم الآن هو المصار الدستوري وبالتأكيد بالتوازي يكون النظر في الحكومة لأن الحقيقة نريد حكومة يعني تكون تبصل سيطرتها على كل التراب الليبي لأن مقبلين على السفتاء ومقبلين على انتقالات هل توجد أسماء معينة مرشحة لخلافة دبيبة؟ هل توجد أسماء مرشحة لخلافة دبيبة؟ والله الحقيقة يعني كثيرين يعني يتقدمون يعني لا يوجد يعني الحق يتأهل لحظة أسماء ولكن هناك من القاعات داخل البرلمان ومجلس الدولة هي من تفصل في الأسماء وإلى اللحظة لم يقدم اسم يعني واضح إلى هذه اللحظة فالكل متاح لتقدم نعم يعني يوجد توافق الآن بين مجلس الأعلن الدولة والبرلمان ماذا عن المجلس الرئاسي؟ هل يوجد انسجام أيضا بينكم وبين المجلس الرئاسي فيما يتعلق بهذه المسارات التي تفضلت بذكرها منذ قليل؟ هو بالتأكيد يعني لجنة البرلمان عندما شكلت لإعداد خارط طريق وجلست مع الأطراف جلست مع المجلس الرئاسي وأيضا جلست حتى مع الحكومة وجلست مع مؤسسات مجتمع مدني وأحزاب وعرضت عليهم يعني خطوط العريضة لخارط طريق وأهمها المسار الدستوري فالكل لم يعارض في هذا المسار لأن اليوم في ليبيا بات الجميع أن يجب الذهاب إلى المسار الدستوري وهذا ينقلنا من الفوضى ويرجع سيادة ليبيا وإذا انجز هذا المسار سوف ينتصر الشعب الليبي على التدخلات الأجنبية والعوائق التي تضع فيه سواء كان البعثة أو الدول المداخلة في ليبيا شكرا جزيلا لك سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة كنت معنا من طراب شكرا جزيلا